الله, 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 الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعداء الله أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إلى بقية الآيات المباركة من سورة هود نحن في رحاب سورة هود عليه السلام هذه السورة قلنا أنها مكية تعالج كثيرا من قضايا التوحيد والمعاد والأغلب النبوة من الأسئلة التي تطرح في المجتمعات وخاصة بعد عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي والتطور وما أشبه أنه هؤلاء الذين خدموا المجتمع البشري باختراعاتهم واكتشافاتهم وتقدمهم العلمي وبالنتيجة كثير من هذه الاكتشافات والاختراعات كانت مفيدة وبعضها مدمرة مو مفيدة ولكن بعضها مفيدة هذول الشي صار مصيرهم يعني هل هؤلاء يعاقبون يوم القيامة أم لهم نصيب في الآخرة قبل أن أشرح هاتين الآيتين التي نتلوتهما على مسامعكم أقول أن الميزة عند الإسلام وفي نظر القرآن الميزة الأساسية شيئان العقيدة الصحيحة والعمل الصالح هذا فقط القرآن والكتب السماوية قبل القرآن والله والله الذي أنزل هذه الكتب السماوية والشرائع الدينية يعطي ميزة لشيئين أولا الإيمان ثانيا العمل الصالح هذا وضعتكم أغلب الآيات القرآنية الذين آمنوا وعملوا الصلاح وهكذا وهذا مو فتش خاص بالقرآن الأديان كلها هذا لماذا الدين أجه الأديان التي أتت من قبل السماء من الشرائع السالفة التي أجت من أيام نوح إلى أيام إبراهيم إلى أيام موسى عيسى عليهم السلام جميعا إلى أيام نبينا هاي لماذا أجت لغرس بذرة الإيمان هاي كلمة غرس بذرة الإيمان مصححة أتصور يعني الإيمان موجود فطري لكشف ما خفي على الناس من فطرتهم كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مقاطع كثيرة من نهج البلاغة فبالنتجة الإيمان فطري ركام من التخلف والجاهلية والجهل والكبائر والصغائر والذنوب غطى على هذه الفطرة السليمة الأنبياء شنو يجون يجون يثيرون دفائن العقول العقول يمكن إشارة إلى الفطرة هنا دفائن شنو جمع الدفينة مدفونة يعني دفين بمعنى مدفون فعيل بمعنى مفعول هذه مدفونة في البشر الفطرة موجودة يعني أكو واحد يقدر يقول أنا ما أحب الصدق أكو واحد يقول أنا أحب الكذب لا أكو واحد ما يحب الوردة الجميلة طبيعة هذا أكو الطبائع موجودة في غرائز الإنسان وفطرهم جمع الفطرة الأنبياء يثيرون هذه المكنونات فأول قاعدة شنو صارت؟ الإيمان الإيمان يشمل الإيمان بالله الإيمان بالنبوة الإيمان بالإمامة الإيمان بالمعاد كل هذا الني النتيجة الإيمان أركان إليه بدايته التوحيد بعد شنو العمل الصالح هاتان الركيزتان أو الأساسان هما ما يبتغيه الأديان ومنها ومن الأديان ديننا الإسلامي وقرآننا العظيم هذا المقدمة الأولى المقدمة الثانية أنه النية جدا مهمة في العمل وهذا شيء عقلي الآن أقول لكم في المثال في الواحد يجي إلى هذه الديوانية العامرة يريد يسلم على السيد خوف أهلا وسهلا شنو نيتة من هذه السلام من هذه التحية شنو نيتة معاملها نيتة شنو نيتة تقدير العالم تقدير السيد من رسول الله تقدير الأصدقاء القاعدين المؤمنين يجي يسلم نية طيبة لأجل الثواب لأجل الاحترام السيد أي شيء بالنتيجة أسباب إيجابية يعني كلها مرة مثل هذا البارحة شفتوه بالأخبار يروح لحرم الإمام الرضا لقتل أحد يستجير بالله مع الأسف يجي نيتة غير نية حتى إذا ما سواها يجي إلى الديوانة حتى يضربنا بس ما قدر يضربنا نيتة شنو كانت نيتة التعدي والتجاوز متقبحوا كل عاقل يقبح إذا عرفتوا أنه هذا نيتة شنو إذا عرفتوا أن نيتة التعدي والتجاوز إذا عرفتوا أخوة الله أخوة يدري كل شي الله يعرف النيات وما تختلج في الصدور في ذوات الصدور في ذات الصدور يعني كنه ما ينوي الإنسان الله يعلمه هذا المقدمة الثانية المقدمة الأولى شنو كانت أن الأديان يعتبرون ميزتين ميزة الإيمان والعمل الصالح المقدمة الثانية النية هي كل ما في الوجود طبيب يجي الدعي أنه أنا طبيب أريد أعالج الناس من بعض الآفات شنو قصده قصد أن يؤذي الناس لأن جايب في الدواء مهلك مثل ما يجيبون بعد أما نيتة صافية حقيقة يريد أن ينقذ الناس من آلامهم وإي فرقكم هاتان المقدمتان تدلاني على ما نريد أن نوضح لهاتين الآيتين صار واضح نقراهم الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان شوفوا جدا دقيق قاعدة قرآنية من كان يريد الحياة الدنيا نيته من كل ما يقدم للبشرية من اختراعات من اكتشافات من خدمات من مؤسسات حتى خيرية يسوون مؤسسات خيرية للدنيا يصير هذا من كان يريد الحياة الدنيا يعني نيتة حياة الدنيا مورد الله مو خدمة البشر وزينتها هاي زينتها بعد شوية بيها نغزة بلاغية يعني يريد يتزين يحب زينة الدنيا مو روح الدنيا تفاقر تكبر شو نسوي احنا الله يقول ما يخالف وتريد الدنيا وتريد زينة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وفاء نوفي من الوفاء نعطيهم شنو يردون في الدنيا نعطيهم هذا جواب للسؤال الذي يطرح في الديوانيات أن هذول اللي اخترعوا هذول اللي اكتشفوا هذول اللي قدموا خدمات البشرية شنو وضعهم يا ناس هذول اللي وضعهم قاعدة أكو مؤمنين أم لا هاي أولا أعمالهم صالحة أم لا هاي ثانيا نياتهم صافية أم لا تث أشياء ثلاث ركائز أما إذا للدنيا وزينتها إحنا عدالة عدنا الله عادل نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني نتيجة أعمالهم نعطيهم أبها تصير لهم اسمهم يجي في كل المراكز العلمية يسولهم تمثال في شوارع مدنهم آه هالأشياء اللي نشوفها نوفي إليهم أعمال آه حتى يحصلون على الحياة الدنيا أيضا يعني أحسن عيشة يحصلون أحسن سيارات عدهم أحسن آه قصور عدهم نعيم الدنيا دنيا نعيم الدنيا وزينتها يحصلوها وهم شوفيش عدالة الله وهم يعني هؤلاء فيها في وين الحياة الدنيا لا يبخسون البخص يعني شنو أخذوا الحق إذا واحد عامل أجير عندي بالبيت بن عامل بن إذا أعطيتك كل شدة حسب تعبيرني يعني كل أجرته لم أبخسه حقه أما إذا شوي نقصت منه يعني بأي طريقة بدل ما أطيه مثلا عشر دنالي يطيه تسع دنالي بخست حقه يعني أكلت حقه الله يقول وهم فيها يعني في الدنيا لا يبخسون حقهم ما يضيع نطيهم كم آية أكو في القرآن الشكل خب آخرتهم ش تصير أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أي بابا هذا اشتغل وعمر واخترع واكتشف ويسوي طبعا أولا أغلب اكتشافاتهم همات كلها مضرة أغلب اقتراعاتهم دمار للبشرية أيضا منشوف الشكل كثير منهم نعم بعض الأمور خوب زينة مثلا بالنتيجة الأمور اللي كانت سابقا كانت أحسن حتى مع قدم تقدم التكنولوجيا فد واحد كان يقول لي أفضل شيء اللي صار في دولنا في دولنا مصار قبل دولهم في حضارتنا صار تمدنا قبلهم إمداد الماء إلى البيوت هذا خفش شيء زيال كأنه ما بيضرر إمداد تمديد الماء إلى بيوت الناس يعني اللولة التحلفيات المادري أنه كل واحد في بيته يحصل ما يغسل إيده يطهر الأواني يغسل يغتسل هذا خفش شيء ما بيضرر أما حتى هذا الكهرباء هم بيضرر ولكن خب بالنتيجة زيال يعني بالنتيجة نوع من التقدم وكثير من الاكتشافات لا بيضرر أصلا الآن أنتم يمكن قارين أنه إذا اتفق كل القوى العظمى أن يدمروا ويتخلصوا من القنابل الذرية أو القنابل النووية ما يقدرون أصلا يعني شيء يفعلون بها يردون يحطموها حتى الناس تفتك بعد هذا الخوف والهلع اللي في الدنيا أنه أنا عندي نووي ذاك يقول أنا عندي نووي ما يصير بعد تحطيم ما إلي قيمة يعني ما يقدرون يحطموه ما يقدرون يحطموه إلا أن يأتي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وشريف بالعلم يحطموه ذاك يعرف شي يسوي خب أولئك الذين يعني هؤلاء اللي يريد الحياة الدنيا القواعد الثلاثة الأساسية ما عندها إيمان ما عنده عمل صالح ما عنده نيته الدنيا وزخروفها وزبرجها نعطيه دنيا بالآخر أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النور عجيب هناك يقدر يقول أنا خدمت أنا طورت الحياة أنا 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 إلى آخر يقولون إلوة شويت هذا أولا هل رجعت إلى فطرتك الإيمانية أن الله هو خالق الأكوان ليش عاندت هذا أول سؤال عملك ما كان صالح حتى العمل الصالح ولكن نيتك كانت نية سيئة أو نية لأجل كسب الدنيا وزينتها وزبرجها وزخروفها عصلت أخذت مع شتري أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا أن إحنا مرد نخلي واحد في جهنم واحد في الجهنم ومشغلنا هذا بس في شي ندري الآن يمكن في الإشكال يجي في ذهنكم مثلا أديسون هذا يروح للنار مثلا القواعد الثلاثة موجودة فيها فيه إحنا شو بدري يمكن كان مؤمن على طريقته عمل صالح يمكن عنده يمكن كان نيته أنه يخدم البشرية ما كان للزخرف والزبرج والدنيا والحياة الدينة وزينتها ما كان هذا الشي يعني يمكن نعم يروح للجنة ما بيهاشي الجواب الأساسي الله عادل ومو عادل هذا هو أنا أولادي لمن يسألوني أسئلة شوية محرجة للأطفال أو للأحفال أقول لهم الله عادل أو مو عادل أول شيء خلنا نثبت هذا يقولون إيه عادل ندري أن الله عادل قلت إذا عادل حتماً يوم القيامة يعملوا بالعدل حتماً كما أنه في الدنيا يعملوا بالعدل في الآخرة أيضاً جزاؤه بالعدل فليش بعد نستشكل بعد ولكن هنا نشكل يقول يقول إلا النار خو أنا قدمت خدمات وحبط ما صنعوا فيها اللي سووا حبطة حبطة يعني ما إلى أجر بطلة وباطل تأكيد للحبط وباطل ما كانوا يعملون لأن أخذوا شدهم أخذوا أجرتهم في الدنيا هذا في آيات أخرى أيضاً إلى ما يؤيد هذا الذي قرأنا ووضوع آخر حول النبوة القرآن ما أكو سلسلة واحد اثنين ثلاثة أليف باطا تدرون إحنا كتبنا كتبنا مفصلة على فصول على أبواب على أبواب هذا الشيء عيب القرآن لا القرآن زاخر مننا لليح تشحل التوحيد هنا نيجي على العمل الصالح هناك موعظة هناك يجي سيرة الأنبياء شي جداً عجيب هذا أدب القرآن أسلوب القرآن في الخطاب هناك رأساً يروح إلى نبوة نبينا وحقيته في الرسالة وأنه نبي مرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله أفمن كان على بيّنة من ربه هذه الآية هو آية صايرة بها بحوث في التفاصيل سنة وشيعة اللي إحنا استخلصنا من جملة الرواية وحاديث هذا الآن أقرأ الآية بعدين أشرح أفمن كان على بيّنة للاستفهام يعني هل من كان هو هل يريد جواب بعد جواب ما بي إذا أقول لكم ليش أفمن كان على بيّنة من ربه عند بيّنة من الله بيّنة يعني شنو دلائل براهين عند من الله الله مخلينا براهين عقله فطرته ويتلوه شاهد منه عنده فط شاهد يأيّد أيضا خالي اثنين أولا عنده بيّنة بيّنة يعني دليل قاطع ما البيّنة تقال ليه الدليل والبرهان الذي لا يمكن دحره لا يمكن الاستغناء عنه هذه يسموه بيّنة حتى للشاهد يقوله جيب بيّنة جيب دليل أفمن كان على بيّنة من ربه هذا واحد اثنين ويتلوه شاهد منه عنده شاهد أيضا أنا أجي هنا أنا أدعي أنه مثلا هذا الجهاز إلي خب جيب بيّنة دي الدليل ورقة ورقة تمليك ورقة شراء من المشركة هذا يسمو بيّنة شاهد عندك جيب شاهد حتى إحنا نصدّك ويتلوه شاهد منه يعني من ربه أو من نفسه لسأبينكم شلو الفرق ومن قبله هذا كله إشارة إلى النبي كله إشارات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبله يعني قبل الشاهد وقبل البيّنة شلو عنده كتاب موسى إماما ورحمة يعني التوراة صدّق أنه سيأتي في آخر الزمان نبي آخر الزمان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله خلّيش التوراة الإنجيل وإنه التوراة مقبول عند الإنجيليين أيضاً يعني المسيحي ماكو مسيحي ما يقبل التوراة لذلك عندهم لما تروح إلى أوروبا وأمريكا يقبلون العهدين العهد القديم يعني شنو؟ يعني التوراة العهد الجديد يعني الإنجيل في الفنادقهم يخلّون توراة وإنجيل معناته شنو؟ معناته المسيحي يقبل التوراة أما اليهودي ما يقبل الإنجيل شوفوا الفرق ومن قبله كتاب موسى ذكر نبينا في التوراة هم كان إمام إمام يعني الكتاب كان إمام ورحمة لقومه يعني طيب هذول شنو؟ أولئك يؤمنون به الذين آمنوا برسول الله عندهم ثلاث أدل واحد بين من ربه الفطرة العقل البراهين التي كانت تلقى من قبل النبي على الناس وعلينا اليوم الآن اثنين يتلوه شاهدهم نسأسكح شنو شاهدهم ثلاثة كتاب موسى فيبين أن النبي صادق في دعوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به يعني بمحمد صلى الله عليه وآله من الأحزاب فالنار موعده ليش عندك دليل أنا جايب لك دليل برهان عندك قرآن بيّنه عندك يتلوه شاهد وكتابه موسى يؤيد أولئك ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية من أيها الإنسان الخطاب للنبي طبعا ولكن إياك أعني واسمعي يا جاره هذا الأدب العربي لمن يقولون لواحد عظيم الخطاب إليه ولكن للبقية فلا تكو أيها الإنسان يعني في مرية في شك منه يعني من القرآن من النبوة إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هذا ظاهر الآية اللي فسرنا وقرأنا أما في كتبنا وفي كتب السنة أيضا اليوم شفت كثير من كتب السنة أحاديثهم أيضا ذاكرين هذا الحديث شنو الحديث سأقراركم حتى تطمئنون حول ويتلوه شاهد منه قبل ما أقرأ الحديث شوفوا أخواني إذا واحد إجا ادعاء ادعاء خد شيء علمي حضاري تكنولوجي ما أدري اكتشاف اختراع أي شيء أو منظومة فكرية طرحها على المجتمع إذا شفتوا عظماء المجتمع المفكرون النخبة نحن نسميهم النخبة الثقافية أيدوا معناته هذا يفتهم شيء أما هذا شفتوا العطاء البقالة ذول اللي ما يفتهمون جهلة التموا حوله فرايحين إما للفلوس رايحين مثل الآن الدعاءات اللي دي تصير في بعض المدن ما ردي أجيب أسمائهم أستنكف أن أأتي بأسمائهم ولكن يدعي أنه أنا متصل بالإمام الحجة مثلا من اللي يتبعه عالم ديني كبير مرجع شخص قانوني يفهم القانون شخصية فكرية ثقافية كبيرة حول الله الهمج لو رايحين اللي فلوس لو جهل جهل ما يدوني شو القصة أصلا تسأله ليش أنت تتبعت هذه يقول أنه شفت طيف شنو هل شفت حلم أنه هذا خوش إنسان شنو هل حج العقيدة بالحلم يعني بالرؤية هاي يا عقيدة اللي بالرؤية تجي فإذا واحد ادعى وشفت أنه نخبة الناس الطيبين الصادقون الطيبون الصادقون الكرماء الشرفاء في المجتمع اتبعوا عرفوا أنه هذا الإنسان صحيح أكو في الواحد مسيحي الآن نسيت اسمه اليوم ما مهاي فكرت شنو هذا اسمه عنده كتاب مسيحي هو بس يقول النبي نبي الإسلام صحيح هو ما صار مسلم علنا بس يقول أنا أدري أنه هذا النبي شنو يستدل لك أنه هذا النبي قال أنا قرأت شخصية أمير المؤمنين هو ما يقول أمير المؤمنين يقول شخصية علي ابن أبي طالب هذا العملاق في الفكر والثقافة والأدب والولاغة والفصاحة وهو 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 هذا يقول نبي محمد صحيح فمعناته صحيح يتلوه شاهد منه فإذا شفنا أمير المؤمنين أبو طالب خديجة بلال عمار أبو ذر سلمان ما دي المقدار الطاهرون الطيبون من قريش وغير قريش التفوا حول نبينا نعرف أن هذا النبي صحيح إضافة على الأدلة الأخرى ها هو هذا دليل على طهارته وعلى أنه هذا صادق مثل ما مثلتكم الآن إذا واحد يدعي وشفنا الهمج وياه نحن من التبع أما إذا شفنا المفكرين يصدقوا يقول لا هذا يفتهم هذا الموضوع جاي في هذه الآية هم السنة الأقلي هم الشيعة شون قرأنا الآية مرة ثانية أقرأ أفمن كان على بينة من ربه هذا السؤال جوابه ما موجود يعني هذا صحيح أو غيره جواب السؤال ما موجود أفمن كان على بينة من ربه يعني رسول الله على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه عند شاهد وهو علي ابن أبي طالب صلوات الله هذا العظيم يتلوه يعني يأتي بعده ويؤيده هذا المفهوم إجي في رواياتنا في أمالي شيخ الطائف الطوسي قد سسره بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا كان يوم كان يوم الجمعة يخطب على المنبر منه أمير المؤمنين كان يخطب فقال شوف كلمة شنو والذي فلق الحبة قسم بخالق الحبة يعني الله وبرأ النسمة ما من رجل من قريش جرت عليه المواثيق ليس كل قريش جرت عليه المواثيق يعني النبي قعد وياه فهم القرآن أخذ منه ميثاق هذا الشخصيات الكبيرة ماكو الشخصيات الكبيرة في قريش هذا يسمون من ما من رجل من قريش جرت عليه المواثيق ليس كل ناس العاديين إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله أجيب هذا أول مرة أشوف هذا الحديث أكو آية من آية القرآن نازلة فيه إما خير وإما شاء بعد أن تروح دور شوفوا الآية القرآنية الذامة في من والمادحة في من علي يقول سلام الله عليه إلا ونزلت وقد نزلت فيه آية من كتاب الله عز وجل أعرفها أنا أدري بها أن هذه الآية في من نزلت في حمزة في جعفر في فلان أو فلان من جب أسمعه إلى آخره وقد نزلت فيه آية من كتاب الله عز وجل أعرفها كما أعرفه يعني أعرف ذاك الشخص أيضا فقام إليه رجل فدود جال قام حرية كانت هذا أمير المؤمنين زعيم كل الأمة الإسلامية وحاكم بالنتجة بس في خطبة الجمعة واحد يقول عندي سؤال يقول تفضل ما يمنعه مو الشرطة تهجم عليه وقود وقود لا لا فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما آيتك الآية اللي نزلت فيك شنو يعني يجيب واحدة منها وإلا هو عشرات الآيات ما آيتك التي نزلت فيك فقال عليه السلام إذا سألت ففهم البارحة شنو قلنا قلنا السؤال إما استفهامي وإما سخرية واستنكار السؤال لازم يكون استفهامي إذا سألت ففهم ولا عليك ألا تسأل منها غيري إذا تريد أن تسأل من غيري ما يخالف يعني أكو ناس يصدقون كلامي من أصحاب رسول الله أقرأت سورة هود هاي السورة اللي الآن نحن دعن نقراها وهاي الآية شنو الآية أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أقرأت سورة هود الرجال قال نعم يا أمير المؤمن قال عليه السلام أسمعت الله عز وجل يقول أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه قرأته سمعته قال الرجال نعم يا أمير المؤمن قال عليه السلام فالذي فالذي على بينة من ربه محمد صلى الله عليه أقرأ الآية مرة ثانية حتى أطبق أفمن كان على بينة من ربه يعني رسول الله على بينة من ربه يدري أنه وحي صاير من قبل جبرايل يدري هذا الشيء الآية تدل على العموم شرحنا أول شيء الإنسان الذي على بينة وعنده أدلة وعنده براهين وكتابه موسى هذا ظاهر الآية أما باطن الآية شنو وأنا الصور هذا مباطن هذا ظاهر الآية مباطن هذا أسمعت الله يقول عز وجل يقول أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه قال الرجل نعم قال عليه السلام فالذي فالذي من مباطن مني 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 وانا من حسين نفس يؤمنون به يؤمنون به يعني بنبوته ومن يكفر به من الأحزاب الأحزاب يعني كلهم يهودي نصراني مشرك ما أدري من قريش من غير قريش كل هذا أحزاب مو معناة غزوة الأحزاب أحزاب يعني الناس كلهم الجماعات فالنار وموعده ليش لأن عنده بيّنة بيّنة أكو فلا تكفي مرية من أيها الإنسان لا تكفي مرية من شكل يأخذك بععد أدام الله عزكم في المجلس أفضل شيء واحد يقعد ويباوع الخطيب ويشكل صلى على محمد فلا تكفي أو يروح إذا عنده شغل فلا تكفي مرية من إنه الحق من ربك شوف القوة في الاستدلال إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون شو نسوي أكثر الناس الشكل ردت أقرأ بعد شفت بعد يكفي خب أما الموعظة الأخيرة الليلة من مولانا رلي من النبي صلوا على النبي وآله سُئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا ندعو الله فلا يستجيب دعائنا هذا السؤال دائما يطرحه على المشائح والخطباء والعلماء حقيقة المختصة سؤال جدا صحيحة هل قد ندعو ماكو هاي نقول الله ما عجل لوليك الفرج الله ما عجل لوليك ما يستجاب ما لنا ما لنا ندعو الله فلا يستجيب دعائنا وقال تعالى وهو حاليا يعني مع أنه قال تعالى أدعوني أستجب لكم فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن قلوبكم ماتت أنا ما يخصني إذا واحد يزعل يزعل بس هذا كلام النبي ما يخالف لازم شوية في قرصة أذن كل واحد يقرص أذن نفسه حتى يشوف صدق هالشكل أنا صاير أو لا حتى يغير عفوا إن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء لأنه هاي العشرة أشياء صاير لا يستجاب دعاكم واستجيروا بالله هاي مصيبة رها أولها أنكم عرفتم الله فلم النظارات الثانية ما جبته إنكم عرفتم الله فلم تؤدوا طاعته هذا واقع ترى في مجتمعنا عرفنا الله يعني إذا واحد يسأل لي أنت شنو أقول مسلم مذهبك شيعي عرفتم الله ولكن شنو لم تؤدوا طاعته إحنا صدق طائعين لله يعني نطيع الله سبحانه وتعالى هاي عيني هلا بيك أنت اسمك شنو ما أشأل صلوا على محمد وعلى محمد هذا واحد السبب الأول لعدم استجابة الدعاء أننا عرفنا الله ولم نطعه والثاني أنكم قرأتم القرآن فلم تعملوا به مش كثير من آيات القرآن صحيح الله في كل واحد يدل عن نفسه كثير من آيات القرآن نحن ما عملنا بها هاي اثنين والثالث والثالث ادعيتم دعوة ادعيتم محبة لرسوله وأبغضتم أولاده هذا مؤلن الحمد لله هذا مؤلن احنا ما أبغضنا أولاده حقيقة نحبهم هسه ما نطيعهم صحيح أما نحبهم هاي ثلاثة والرابع والرابعة ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه هاي صعبة الآن أي مسلم تقول له أنت الشيطان تحبه يقول ها عدو الله وعدونا نعاديه خلال ليش أطعنا في الذنوب يعني هاي محاكمة ها ترى يعني هذه محاكمة من الرسول لكل مؤمن وكل مسلم الخامسة ادعيتم محبة الجنة منو ما يحب الجنة كل واحد يحب الجنة ادعيتم محبة الجنة فلم تعملوا لها الجنة يريد لها عمل صحيح شفاعة موجودة بس يحتاج عمل هاي خمسة والسادسة والسادسة ادعيتم مخافة النار ورميتم أبدانكم فيها بالذنوب يعني نحن ندعي أنه نخاف النار نخاف جهنم ولكن شنو نسوي رمينا أبداننا بالذنوب فيها السابعة شنو اشتغلتم هاي هو مشكلة لمجتمعاتنا اشتغلتم بعيوب الناس عن عيوب أنفسكم يقعدون بالديوانيات غيبة وتهمة هذا هيشكل سوا هذا هيشكل انا ما عندي ذنوب ما عندي عيب خل اول اصح عيوبي قبل أن أحكي عن عيوب الناس اشتغلتم بعيوب الناس عن عنه من يجيب اللوة العربية يعني تركتم عن عيوب أنفسكم والثامنة شنو عشرة أشياء لا يستجابوا الدعاء بسببها من النبي طبعا الثامنة ادعيتم بغض الدنيا الآن إذا تجي واحد يقول لي أنت تحب لا 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 الدنيا رسخة كثيرين يجون عندي يحشون ضد الدنيا الدنيا زينة ترها إذا كانت للآخر زينة ادعي هالشكل والثانية ادعيتم بغض الدنيا وجمعتموها كل يوم أكثر والتاسعة أقررتم بالموت اليوم الآن خبروني فلان من أصدقاله شاب توفر قبل ساعات رحمة الله عليك والثانية والتاسعة أقررتم بالموت فلم تستعدوا له من يقدر يقول ماكو موت أكو موت أكو استعداد إلى والعاشرة والأخيرة دفنتم موتاكم فلم تعتبروا منهم بعدين النبي صلى الله عليه وعليه يقول فلهذا لا يستجاب دعائكم خب يعني شنو يعني عمي ندعو هاي مشكلة لا هذا مو معناة أن لا ندعو ندعو ونصحح ندعو ونكفر عن سيئاتنا ندعو ونتوب ولذلك شوفوا في الأدعية أغلب الأدعية أول شيء توبة أول شيء ثناء لله الحمد لله في كل دعاء أول شيء الحمد لله الثناء لله الصلاة على رسول الله وآله هاي أول شيء بداية كل دعاء لأن كل دعاء بيها صلوات أول شيء وآخرها صلوات يستجاب فالدعاء لازم يكون بشنو بالحمد والثناء لله بالصلاة على النبي وآله أول شيء ثم بالتوبة بالاستغفار بعدين أدعو يستجاب إن شاء الله لأن بالنتيجة وشنو يكون قرار عندي أن أصير زين بد واحد قال هاي الكتب كلها بالمكتب شنو قال أنا كلها أعرفها قالوا شنو قال كلها تقول يا آدمي صير خوش آدمي يا آدمي صير خوش آدمي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة والاستغفار خاصة في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان اللهم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 الله